تشهد الحدود الأردنية السورية توترا على خلفية احتمال تدخل عسكري أردني متوقع داخل الشق السوري من الحدود بغية محاربة تنظيم داعش للحديث عن كل ما يدور هناك بالإضافة إلى حرب التصريحات بين الأردن ونظام الأسد ينضم إلينا من عمان عصام الرئيس المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجنوبية مساء الخير أهلا بك معنا سيد عصام ماذا يحدث وماذا نتوقع؟ مساء الخير طبعا المصدر الخبر هو النظام يعني كل وسائل إعلام النظام تصريح وليد المعلم في البداية ونسمى اليوم الميادين قامت بنشر هذه الأخبار وصور كاذبة هناك مناورات طبعا عسكرية سنوية تحتج تجري دائما هنا في الحدود الأردنية وليست لها أي علاقة بينية التدخل عسكري بري أو غير بري كما يتم الترويج له في إعلام النظام أردني تقصد؟ الغاية من هذا الترويج أنا أقصد أنه إعلام النظام هو من يروج لهذا الأمر إعلام النظام هو من يقوم بترويج هذا الخبر لغاية منه لفت انتباه ولكن الموما نقال يعني الأردن صرحت بأنه هي طبعا لن تقف مكتوفة اليدين في حال تم أي تحرك من قبل نظام الأسر أي دولة لها الحق في الدفاع عن حدودها ومصالحها والحدود مضبوطة وحدود المملكة الأردنية قوية ومضبوطة ولا يمكن حديث تهديد وليد المعلم عبارة عن سخافة يعني هو يقول يجب أن يكون بالتنسيق معنا يعني هو بالأساس اعتدوا عليي ولكن في التنسيق معي يعني هو مقبول الاعتداء ولكن في التنسيق معي إذن بالأساس هو ضعيف من حيث التهديد عسكريا ولكن أنا أتكلم على ما وراء هذه الترويج لا يوجد نية لا يوجد حشودات كما يتم الترويج له لا يوجد أي خطة لدخول بري عسكري لدول لمحاربة تنظيم داعش الجيش الحر هو فقط من يقاتل داعش حاليا والنظام يروج لدخول قوات أجنبية لأنه يريد أن يلفت الانتباه عن الخروقات عن المناطق التي زعمت روسيا لتحرف المسار عن جينيف كما ذكرتم بفقرة مع أستاذ جورج عن الأمم المتحدة وتأخذ مسار أستانع لأنه واقع وهناك مناطق تخفيف توتر وهذه المناطق تعمل بشكل جيد طبعا كل هذا الكلام غير صحيح خروقات موجودة لم يوافق الجيش الحر على الخطة لا يوجد فستفاصيل أبدا عن هذه المناطق ولكن اليوم النظام تقدم في البادية السورية على طريق دمشق بغداد وحاول السيطرة على ثلثة ثانية من هذا الطريق الغاية من هذا الأمر هو وقف تمدد الجيش الحر وقف هجوم الجيش الحر على داعش يعني هو يقف بين الجيش الحر وداعش تماما كما فعل في درع الفرات في الشمال كما يفعل حاليا في القلمون يحاول يغلق الجبهات بين الجيش الحر وداعش الغاية الرئيسية من هذا ليكون الروس والنظام هم البديل الوحيد فقط لقتال الإرهاب يعني يقفوا مع المجتمع الدولي ويقولوا نحن فقط من نملك جبهة مع الأرهاب ولا يوجد لكم شركاء من المعارضة أو من المعتددين كما تسموه ونحن مستعدين لمقاطعة الأرهاب بجنيف الآتي هذه التحركات قبل أيام قليلة وكيف يستفيد من هذا الترويج كما أطلقت عليه سيد عصام خاصة على خلفية ما يحدث على الحدود السورية الأردنية من استهداف أقصد من الغالات التي يقوم بها النظام الأسد فضل يعني هذا الترويج يجروج له بأنه هناك قوات وتحشودات وإلى ما هناك لقتال داعش يأخذ الصدى الأكبر على الإعلام والنظام يتقدم في الصحراء لأنها مناطق نفوز وليس مناطق سيطرة يعني نتكلم عن مناطق صحراوية فارغة يعني حتى الجيش الحر يتنقل فيها ويضع كماء ويضع على مناطق معينة في الجبال ولكن لا يمكن السيطرة عليها بنفوز أو بقتال مناطق صحراوية اليوم نظام يروج لهذا فقط للفة الانتباه أما مع علاقته بجنيف يعني لا أعتقد أن جنيف الآن لها أمل إذا لم يتم تحقيق إيقاف إطلاق نار كامل زيارة لافروف إلى أمريكا ليقنع الأمريكان بأننا حققنا نحن مناطق آمينة كما كان يسعى الرئيس ترامب أو كما روج الرئيس ترامب والآن في تخفيف تصعيد لدعونا نذهب إلى انتقال سياسي يناسبنا على طريقتنا يعني ولكن الأمريكان صرحوا مبارح غير أن الشيطان يقمر في التفاصيل هم يعلمون بأن هذه المبادرة ميتة قبل أن تبدأ يعني يعلمون ما وراءها وماذا يريد الروس من وراء هذه المبادرة هي كانت تحرك مستعجل وعرض فارغ من الروس فقط لإغراء الدول الضامنة بأننا نحن جاددين هذه المرة خاصة بعد ضربة ترامب العسكرية بعد تدخل ترامب عسكرية نحن جاددين ونريد أن نفعل شيء في مسار إيقاف إطلاق النار ولكن انتهاكات مستمرة لا وضوح بالاتفاقية مناطق تخفيض التوتر أنا ما أعرف من مناطق تخفيض التوتر شفتهم على الخريطة بس بس أما ما شفتهم على الواقع اليوم الانتهاك بالقلمون هذا وين؟ حي مو منطقة ريف ديمشق ليست هي تتبع لتخفيض التوتر في نقل دبابات وعربات ومدفعية تم اليوم هذا الأمر هل هو مسموح في الاتفاقية؟ هل الروس يقبلون بأن الشرطة العسكرية الروسية التي دعا وليد المعلم أنها هي قوة الوحيدة المسموح بدخولها إلى مراتق الفصل وبالتالي هذه الاتفاقية منسوفة تماما بالنسبة لنا كجيش حر وبالنسبة لك معارضة سورية الكلام عن اتفاقية أستانا في اجتماع وزراء الخارجية سيكون مضي على الوقت لأن الأمريكان وكل العالم الآن يعرف أن هذه الاتفاقية فشلت ولم نطبق على أرض الواقع لذلك نحن اليوم نواجه جينيف بصعوبات وأعتقد لن يكون هناك تقدم ما لم يتم تطبيق إيقاف طلاق نار بالقوة وعندما أقول بالقوة أقصد بقوة الإدارة الأمريكية الجديدة أن تفرضها على الروس لفرض إيقاف طلاق نار حقيقي وكفاية تمثيل شكرا جزيلا لك سيد عصام الرئيس المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجنوبية كنت معنا من عمان